طبعاً قبل ما أعلق على موضوع الطيارة والحكاية والرواية خلينا نروح للمؤتمر الخاص بمستر كيروش وآل إيه لا أعلم شيئاً عن اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة لإدارة لقاء مصر والكامل الغداً في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أتمنى غداً أن يظهر ثلاث فرق بشكل جيد هم فريق مصر وفريق الكاميرون وفريق الحكام وجود فريقين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بقيادة مدربين برتغاليين يعد أمراً رائعاً نحن لا نمثل بلادنا فقط وإنما نمثل البلدين الذين ندرب منتخبهما هناك الكثير من المدربين الشباب المميزين في البرتغال منهم أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون في الجيل الجديد أقين كل الحب والاحترام إلى سامو الإتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فهو بطل دولي على مستوى الكرة وفي كرة القدم لا يوجد شيء اسمه الخوف أو الحرب أو الموت نحن نفوز أو نتعلم لأني لا أحب استخدام كلمة خسارة نستعمل بعض المصطلحات من العالم الخارجي ولا وجود لها في كرة القدم كلمة الخوف محوناها من قاموس كرة القدم ومكانها الاحترام نحترم منتخب الكاميرون الرائع المميز بتسجيل الأهداف وكل منا أصبح بمثابة كتاب مفتوح للآخر بعدما خضنا خمس مباريات شرف كبير لنا التواجد في نصف نهائي أمم أفريقيا ومواجهة الكاميرون وصولنا لهذه المرحلة مكافأة لنا على التضحيات التي قدمناها جاهزون لتقديم عرض جيد وعلينا أن نرقد كثيرا ونلعب وهكذا يمكننا أن نصبح أفضل منهم داخل الملعب إصابة أحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد الشناوي أمر غير جيد لمنتخب مصر لكن على ثقة تامة في جاهزية باقي المجموعة التي سأختارها لخوض المباراة